السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الامتحانات في الدور الثاني والتوضيح وكالاتي تؤكد وزارة التربية ان قرارها السماح لطلبة الصف السادس العدادي الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا باداء الامتحانات في الدور الثاني كانت تقديرا لمصحة طلبتنا الاعزاء وبالتشاور مع لجنة التربية النيابية حسرا كونها الجهة التشريعية المختصة الوحيدة بهذا الملف كما تشدد الوزارة على ان قراراتها تتخذ عبر القنوات الرسمية ودون تدخل من اي جهة متمنية التوفيق والنجاح لطلبتنا واستغلال هذه الفرصة من اجل الاجتهاد والتوفيق التربية تعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2021-2022 اعلنت وزارة التربية حصول موافقة معالي الوزيرة الاستاذ علي حميد الدليمي على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد للعام الدراسي 2021-2022 وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي ان التقديم على مدارس المتميزين ثانويات كلية بغداد يبدأ اليوم الاحد الموافق 15 آب الحالي وينتهي نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس الموافق 26 من شهر آب الجاري واكد البيان ان الضوابط تنص على ان لا يقل مجموعة طالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن 485 درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و388 درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين وتابع البيان ان الطالب المتقدم للقبول يؤدي اختبار في الذكاء واختبار تحصيلي في المواد اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات العلوم من مواد الصرف السادس الابتدائي وحسب المنهج المكيف والفصول المطلوبة وفق ما تم تحديده من قبل المديرية العامة للمناهج على ان تجري الاختبارات للطلب المتقدمين في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق السادس عشر من ايلول لعام 2021 حيث يكون الاختبار في المدرسة التي تقدم فيها الطالب ويبدأ امتحان الذكاء اولا ومن ثم الامتحان التحصيلي ثانيا ويفصل بينهما استراحل مدة 30 دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكلهما مبينا ان يكون التقديم للقبول الى المدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد في محافظة بغداد وفقا للرقعة جغرافية لسكن الطالب ولا يحق لهم ان نقل الى مدرسة اخرى مع اخذ تعاهد خطي من اولياء الامور لقبول ابناءهم مفقا للطاقة الاستيعابية الثانوية وختم البيان انه يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الخارج الدارسين باللغة الانجليزية بالاستضافة في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد لطلبة الصف الاول المتوسط بعد ان يتم تحديد المستوى الدراسي لهم وكذلك تأييد ان تكون دراستهم باللغة الانجليزية من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات على ان يتم تثبيتهم العام الدراس اللاحق بعد نجاحهم وتعقيق لمعدل البقاء اي 70% وخلافا لذلك ينقل الطالب الى مدرسة اخرى كما يحق لخريجي الدراسة الابتدائية القادمين من الدول العربية التقديم الى اختبارات هذه المدارس وحسب الضوابط للدارسين باللغة العربية ترجمة نانسي قنقر